السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة الكوت الفضائية انضمت مدينة نجران السعودية إلى قائمة أسماء مدن وبلدات اعتادت وسائل الإعلام على تكرارها منذ اندلاع عاصفة الحزم قبل أربعين يوما من الآن وباتت نجران تذكر كما تذكر سعدا وأبيا والمكلة والمعلة وتعز وعدا لكن الفرق أن نجران هي مدينة سعودية تقع على الحدود مع اليمن اضطرت السلطات في المملكة إلى إيقاف المدارس فيها وأغلقت المطار أمام الملاحة الجوية واتخذت إجراءات استثنائية بعد سقوط قذائف هاوى على مراكز رسمية ومدنية فيها مصدرها الطرف الآخر الذي أعلن أن مجموعات قبلية هاجمت مراكز سعودية عسكرية على الحدود من دون أن تتبناها حركة أنصار الله وهذه أول مرة تلتقي وسائل الأعلام السعودية واليمنية على خبر حصول تطورات عسكرية في نجران ونواحيها في إطار حرب اليمن التي تصدرت اليوم اجتماع القمة الخليجية التشاورية في الرياض الملك سلمان الذي أكمل المئة يوم الأولى في قيادة المملكة العربية السعودية ترأس القمة الخليجية بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي معلنا مجموعة من المواقف السياسية لا تقل أهمية عن قرار عاصفة الحزم ونحو سبعين أمرا ملكيا على المستوى ترتيب البيت الداخلي القمة الخليجية التي رحبت في بناء علاقات طبيعية مع إيران النووية تطلعت إلى تأسيس علاقات طبيعية مع طهران ودعت اليمنيين للمشاركة في حوار الرياض حول شرعية الرئيس اليمني ووعدت بتنظيم حوار سوري في الرياض لنزع الشرعية عن الرئيس السوري بشار الأسد القمة الخليجية التي حضرها الرئيس الفرنسي ضيفا مكرما بحثت أيضا في جدول أعمالها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهو السبب الذي كان وراء القمة التشاورية